أنا من أسطنبول فؤاد عليكو عضو الهيئة العليا المفاوضة جينيف مساء الخير أهلا بك معنا إذن نتحدث عن محافظات جديدة اليوم على غرار درعا والغوطة وريف حمص بداية ما الذي يمكن أن نعرفه عن هذا الموضوع إلى أي درجة هو مضمون نجاحه كما نجح الموضوع بمناطق أخرى تحياتي لكم المشاهدين الحقيقة هناك توجه دولي وتحديدا أمريكي الروسي بإيجاد مناطق خفض التسعيد أو التوتر وطبعا الأمريكي كانوا يطلقون عليها بالمناطق الآمنة لكن تم ابتكار مصطلح جديد بأنه خفض التسعيد وخفض التسعيد أو تخفيف الاشتباك يعني لا يكون هناك وقف اطلاق النار شامل وإنما هناك تدرج في عملية وقف اطلاق النار وهذا ما يحصل في معظم المناطق حيث يتم تخفيف حدة الاشتباكات تدريجيا وفي بعض المناطق تصل إلى الحدود الدنيا هذا التوجه الأمريكي كان مبنيا وفق استراتيجية ترامب بأنه يبدأ بمحاربة الأرهاب أولا وفي إحداث مناطق آمنة وتحجيم دور إيران ومن ثم التوسوية السياسية وهناك توافق بين الروسيا وأمريكا في الخط الأول والثاني أو في المرحلة الأولى والثانية بمعنى محاربة الإرهاب ومناطق آمنة أو خفض التوتر وأحيانا يصير حرق المراحل الثلاثة مع بعض يحصل هناك بعاد إيران من العمليات الاتفاقيات التي تحصل كما حصل في الجنوب والغوطة وفي ريف حمص الشمالي بمعنى هناك تحجيم لدور إيران لأن المعارضة كما تعرفون في أستانا رفضوا بشكل قاطع أن تكون إيران هي الضامنة إيران هي العدوة وإيران هي الموجودة بحوالي 86 ألف مقاتل من إيران والعراق واللبنان وحتى من أفغانستان ضد الثورة السورية وبالتالي تقاطع وروسيا أيضا لطالما كانت العدوة حتى لو هي مشاركة ببعض الخطوات في الآوينة الأخيرة إلى أي درجة هذا ممكن أن يقول لنا بأن الاستراتيجية التعامل مع الموضوع هذه الفترة بدأ يتغير واضح هذا على الأرض ممكن القول مع روسيا مع العهد الجديد ترامب طبعا روسيا بالتأكيد عندما دخلت لصالح النظام واستخدمت ثماني مرات حق النقد الفيتو لصالح النظام ضد إيرادة الشعب السوري دخل كطرف أساسي ولكن روسيا وصلت إلى قناعة تامة إذا استمرت بهذه السياسة فسوف تغرق في سوريا كما غرقت سابقا في أفغانستان ولذلك روسيا تحاول الآن بعد أن أحرزت بعض المكاسب وبعد أن أعطاها الأمريكيون الضوء الأخضر بأن مصالحك في سوريا سوف تتأمن بدأت روسيا يلعب دور الحكم إلى حد ما وأقول إلى حد ما قد تكون هذه النسبة عشرين بالمئة لكن يبقى ثمانين بالمئة لصالح النظام كل هذه الاتفاقيات التي تحصل لأنه هدف روسيا الأساسي تأهيل النظام بطريقة دبلوماسية أو لبقة أو ناعمة إن صحى التعبير هذا هو الهدف الروسي ولكن المعارضة لن تقبل بهذه الطريقة وبالتالي المعارضة مع وقف اطلاق النار مع وقف نزف الدماء مع وقف قصف البراميل ولكن لن تقبل المعارضة بأي تسوية يؤدي إلى تأهيل النظام من جديد أما إذا كان تسوية يؤدي إلى سوريا جديدة ومستقبل جديد للشعب السوري وحرية الشعب السوري وحفظ كرامته فبالتأكيد نحن مع الحل السياسي أما إذا كان الحل السياسي وأن يكون الهدف الرئيس هو محاربة الإرهاب يعني كما لافروف من ضمن الملفات التي طرحت اليوم بفليبين مانيل لأنه محاربة الإرهاب صحيح بين تيلرسون و لافروف المحافظات الجديدة التي يحكي عنها فيما يتعلق بالخفض التوتر إذا ما أردت أن تسميه ما الذي يختلف بينها وبين ما حدث قبل إنما تحدثنا عن غوطة شرقية أو عن ريف حمص بماذا ستكون أصعب؟ بماذا ستكون أسهل؟ طبيعي هناك الصعوبة فائقة في محافظة أدلب نتيجة وجود جبهة النصرة والأطراف الموالية لها وجبهة النصرة مصنفة عالميا بمنظمة إرهابية وهي لا تدخل في أي اتفاقيات مع المجتمع الدولي وبالتالي الخيار أمام النصرة هو الحرب حتى النهاية هذه المشكلة وفي الفترة الأخيرة كنا نعول على الفصائل الجيش الحر وخاصة أحرار الشام مع الأسف حصل ما لم يكن متوقعا حيث أزيح من كثير من المناطق الاستراتيجية في إدلب وبالتالي محافظة إدلب سوف يكون هناك توافقات دولية بشأن آخر ولا يمكن أن يتم استبعاد تركيا في هذا الموضوع كدولة حدودية ولها تأثير على الفصائل العسكرية في الشمال السوري أعتقد موضوع إدلب سوف التفاهم حول محافظة إدلب سوف يأخذ وقتا أكثر لأن محافظة إدلب سوف يتم فيها الحسم عسكريا مع جبهة النصرة وهذا ليس بالأمر السهل أما بقية المحافظات والتي سيطر عليها الجيش الحر فسيتم الاتفاق حوله بوقف اطلاق النار من قبل الجانبين ووجود شرطة عسكرية روسية للعزل رغم أن إيران تعرف هذه اللعبة بأنها في النهاية سوف يؤدي إلى تحجيم دورها وأن إيران لن تقبل بهذه العملية بسهولة وسوف تقاوم للحفاظ على نفوذها بسوريا كما تعلمون تعتبر سوريا العاصمة الخامسة أو الرابعة من العواصم العربية لتبجح الإيرانيون بأنها أصبحت تحت حمايتهم وتحت سيطرتهم جينيف الدورة القادمة برأيك سيكون مختلفا عن أي نسخة سابقة منه بعد كل هذه التحضيرات على الأرض والمناطق التي نتحدث عنها مناطق خفض التوتر ومحافظات جديدة طبعا تعرفين أن القرار 22-54 هناك مواد 13-14 مواد تتعلق بالمسائل الإنسانية من ضمنها وقف اطلاق النار ودخال المساعدات الإنسانية وفتح ممرات آمنة والإفراج عن المعتقلين السياسيين أعتقد بعض الخطوات في هذا المجال ساروا فيه ولكن لم يفرج حتى الآن عن المعتقلين السياسيين بشكل يمكن أن نقول أنه تم الإفراج عنهم حتى الآن لم يفتح هذا الملف بشكل جدي هذا من جهة من جهة ثانية الهدن أو المصالحات في هذه المناطق يؤدي بشكل إيجابي إلى تهيئة الأجواء للدخول في حوار سياسي جدي بالإضافة لذلك تعرفون هناك محاولات جادة لتوحيد منصتي القاهرة أو لدمج منصتي القاهرة وموسكو مع الهيئة العليا للمفاوضات وتشكيل وفد موحد وقريبا سوف يحصل اجتماع بين الأطراف الثلاثة في الرياض وسوف يبحثون بكل جدية حول النقاط الخلافية بأي جديد واضح شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة من أسطنبول سيد فؤاد عليك عضو الهيئة العليا لمفاوضات جينيف شكرا شكرا